عمالة الأطفال مسألة تؤرق منظمة العمل الدولية وتدق ناقوس الخطر بشأنها ففي تقرير جديد لها تؤكد المنظمة ارتفاع عمالة الأطفال للمرة الأولى منذ عشرين عاما وبشكل أكثر عمقا فإن عدد الأطفال العاملين في جميع أنحاء العالم يصل إلى مائة وستين مليون طفل أي ما يقارب من واحد من كل عشرة أطفال في العالم وهذا ما يترك بطبيعة الحال آثارا وخيمة على صحتهم الجسدية والعقلية خاصة أن ثمانين مليون منهم يعملون في ظروف شاقة وأمام هذه المعضلة المتفاقمة دعت منظمة العمل المجتمع الدولي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وتكثيف مكافحة عمالة الأطفال محذرة في الوقت نفسه من أن ملايين آخرين معرضون لمخاطر الاستغلال في العمل خلال السنوات القادمة وبالنظر إلى المعطيات السابقة نجد أن قارة إفريقيا تحتل المرتبة الأولى في قائمة أكثر مناطق العالم التي ينتشر فيها تشغيل الأطفال بمعدل 72 مليون طفل تليها منطقة آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل وتعرف الأمم المتحدة عمالة الأطفال بأنها العمل الذي يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وينال من كرامتهم ويضر بنموهم البدني والنفسي ويشكل خطرا نفسيا واجتماعيا ويضر أخلاقيا بالأطفال أو يؤثر سلبا على دراستهم ترجمة نانسي قنقر